إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك لجأت الأرجنطين لتعرض عملية تسديد ديونها ومواجهاتها صندوقين للمضاربة الانتهازية أمام العدالة الأمريكية وتبدو الأرجنطين عاجزة عن دفع نحو مليار يورو من الديون المخلدة بذمتها بحسب القرار القضائي ويقول وزير الاقتصاد الأرجنطيني قد يدفعنا هذا إلى تخلف عن السداد ومهما كانت نظرتكم للأمر فأن القرار يعرض الأرجنطين إلى الوقوع في أزمة اقتصادية ويدفع بشعبنا إلى حالة مضاعفة من التداين كما عشناها في 2001 وكانت الأرجنطين أفلست بعد الأزمة الاقتصادية سنة 2001 وسددت معظم ديونها بزيادة 30% من الحد الأدنى لكن بنوكا رفضت إعادة جدولة تلك الديون مطالبة بسداد 100% من قيمة السندات الأرجنطينية